بسم الله أبو الإبن والروح القدس لله الواحد أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا أبو سلام كفاءنا اليوم وأخبرنا خطايانا كما نحن أيضا ننفع لما نفطع إلينا ولا تتمنى التجربة لكن الله من الشريم لأنها لك الملك والقوة والمشكحة إلى هذا الأردين المجلو إلى أبو الإبن والروح القدس أمين مساء الخير اليوم وصلنا إلى الحلقة السادسة من هذه سلسلة محاضرات الصوم الكبير للعام 2023 اللي عنوانه نفض الغبار عن الأفكار هذه الحلقة السادسة ترتبط بالحلقة الخامسة تكميل إلى لأنه هي في هذا موضوع شوية يمكن جديد على بعضكم تتكلم عن التراث الديني مالنا التراث الديني في هذه المنطقة ما شرق الأوسط واللي أنا أحاول أطلع من حدود كل جماعة يعني إحنا بالنسبة لنا 2023 ميلاد المسيح بالنسبة ليهود هي أندم شوية أقدم المسلمين 622 سنة بعدنا لكن لازم نطلع شوية من هاي تحديدات ولازم نعرف أنه النصوص المقدسة اللي استلمناها بالعهد القديم والجديد هي نصوص مكتوبة متأخرة هسا دراسات اللي عدنا تكشفنا بأنه الإنسان الإنسان هذا الجنس مالنا هاي النوعية مالنا اللي إحنا أصحاب جنس واحد موجود بالعالم من القطب الشمالي إلى استراليا إلى أمريكا إلى كلتنا إحنا ننتمي إلى جنس واحد كان هناك أجناس أخرى بشريا قرابت عدنا هالساعة علمين يساعدونا أن نعرف شكانك وبشر بالعالم العلم الأول هو المتحجرات الأحافير الجماجم العظام البقايا البقايا ما البني آدم أشكال بني آدم 6 عدنا على الأقل لو ما شوي أكثر 6 أو 7 4 والبقية كل من قرضه لكنه إحنا بقينا وهو هذا السؤال إحنا بقينا كل السؤال مهم أسألكوا كثير دراسات تقول ليش إحنا بقينا وهي من قرضه العلم الثاني اللي يكشف التاريخنا وتاريخ وجودنا واش وقت رحنا إلى القارات الخمسة هو علم الحامضة الأميني علم الجينات الدي ان اي هذا أيضا كثير كثير صار بي تقدم وأيضا عندنا علم الآثار علم الآثار لازم نعرف أنه أجدادنا أجدادنا كانوا صيادين يجمعون أكل كانوا أغلبهم بدوا وماكوا استقرار كجماعات بشرية كبيري إلا بحدود قبل 12 ألف سنة وأول مناطق الاستقرار اللي صارت هي هذه المنطقة احنا جنوب تركيا شمال سوريا وشمال العراق ليش 12 ألف سنة لأنه قبل هاي الفترة كان مر العالم في فترة يسموها الفترة الجليدية الرابعة لأنه يوجد فترات انجماد ذابة الثلوج ذابة الجليد كان يوجد القطب الشمالي والقطب الجنوبي كان يغطون أوروبا وكان يغطون الهند كل هاي المناطق كانت جليد المنطقة الأولى اللي حميت وقدر الإنسان أن يطلع من الكهوف ويعيش هي هاي المنطقة مالنا وبدت الحياة يعني بدت الحياة تصير ممكنة بسهولة هون بدت الزراعة يعني مع ذوبان الفترة الجليدية الرابعة بدت الزراعة والزراعة ما تعني مدن الزراعة تعني تجمعات بشرية صغيرة عائلتين ثلاثة عشر عوائل وعدنا أثار هاي التجمعات يعني لا تتخيلون كان هناك مدن البشرية كانت قليلة قليلة كثير قليلة يعتقد أنه قبل سبعين ألف سنة جنسنا هذا هذا نحن اللي هسه ثمانية مليون مليار سنة مليار بشر قبل سبعين ألف سنة كانوا فقط عشرين ألف نسمة عشرين ألف عبروا من أفريقيا جوا إلى إلى اليمن وجنوب إيران وباكستان وعبروا أو سعدوا من من قناة السويس حاليا كانت أرض هي هسه أرض يعني لأن حفاروها حفاروها الفرنسيين وعملوا قناة السويس ولهذا عدنا من أقدم المدن إريحة فلسطين حلب قديمة وخصوصا جنوب تركيا شطال هويوك هذه من أقدم التجمعات البشرية كقرية قرية أما المدن فما عدنا قبل قبل خمس تلاف قبل الميلاد ما عدنا مدن المدن اللي قبل خمس تلاف خمس تلاف قبل الميلاد هي في شمال الهند شمال الهند حضارة رابخة مهين جودارو وعدنا اكتشفوا الإيطاليين في طريق الحرير في صحراء شمال شمال الصين اكتشفوا مدينة بالصحراء صحراء قوبي اكتشفوا مدينة صغيري بس ما نقول مدينة لا تروحون أفكارك مبعيد أكبر مدينة ذاك الوقت أروك كانت خمس تلاف نسمة ما أكثر ما ممكن ما كان أكو بشر كثير ذاك الوقت بس خمس تلاف نسمة كثير يعني بالنسبة لذاك الوقت غالبية الناس كانوا موزعين بالعالم يجمعون القوت ويصيدون وما مستقري ما كان أكو استقرار عند البشر بدو كثير وحضر قليل ولهذا لازم أنا حاولت أفكك بالكتاب المقدس بقايا ذكريات هذول البدو الغالبية اللي سكنوا سكنوا وزرعوا واستقروا وهذا الاستقرار خلق مشكلة عندنا فتقصة بالكتاب المقدس هاي المشكلة هي قاين يقتل هابيل هاي تبين أنه قاين أشمعنا قاين باللغة الأرامية اللي انكتب بيها جذور الكتاب المقدس قاين يعني حداد بس حداد متأخر يعني المعادن دخلت تاريخ البشرية نعرف النحاس برونز يعني 3500 قبل الميلاد والحديد 1200 قبل الميلاد 1200 يعني حديثة القصة عندنا الحداد هو فرد شخصية مهمة بالتاريخ أذكركم بيئين كاوا كاوا الحداد أسطورة شخصية أسطورية الحداد المعادن غيرت العالم الإنسان ما كان يشتغل المعادن قبل 3500 قبل الميلاد كان كل أدواته من الحجارة كان يستعمل عندنا هسا بقايا الصوان وكان أكو تقنيات يشتغل الصوان بشكل جدا بارع هاليوم قدرنا نستكشف كل بقايا الحجار والشون كانوا يشتغلوها بحيث تصير سكين ويصنعون مننا سكاكين مقاشط رمح سيوف من حجر الصوان وكان نشوف مقالع الصوان في منطقة وعلى بعد 2000-3000 كيلومتر تشوف صوان عند الناس مثل جنوب العراق ما بينوا حجار عندك بس طين وقصب ونخل وبس بس جنوب العراق تشوف كثير من الأشياء حتى زينة النساء هذا الحجر الشذري كان يجيبونه من أفغانستان الحالية من هذه جبال أفغانستان هذه اليسن يستعملونه وهذا اللي يقل له يا أبو محابس شذري يا الشات خزامات لا تمشي مشيت هجر قلبي بعد ما مات هذه جنوب العراق لا زالوا يستعملون هذا هو ما حجر كريم هو حجر نص كريم يعني كويس هو وشافونه في المقابر في مقابر الملكات كزينة للملكات السومريات والأكديات والبابليات إذن المدينة متأخرة وحتى تفهمون أش معنى وثنية لازم تربطوه مع إله المدينة لأن البدوي ما عنده ما عنده عبادة إلا للعوامل الطبيعية يعبد الشمس يعبد القمر ويعبد النجوم ويعبد الجبال يعبد الأحياء يعبد الطبيعة ولازال عندنا شعوب نسميها إحيائية في سيبيريا مثلا عندنا شعوب تعبد الطبيعة أنه طبيعة بيروح وليساعدنا إحنا بقايا من هاي الديانات القديمة الإحيائية أنا درسته الديانة الشعبية المعتقدات البسيطة العين الحاسدة أو مثلا إذا 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 قصوا شجرة نبق في بغداد لازم يقربون قربان يقصوها لأنه يحتاجون يقصوها ولهذا يقدمون قربان يخافون أنه روح الشجرة تنتقم منهم وإلى آخره فإذا ديانة الشعبية مارست هاي الاستمرارية مع هذه الخوف 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 هو هو فرد شيء جدا جدا مهم في فهمنا للديانة الإنسان خاف بس خوف الإنسان البدوي يختلف عن خوف الإنسان من سكان المدن وسكان المدن متأخرين وهذا وهذا أكو أكو عندنا هاي الصراع هابيل يعني راعي معز راعي عنز باللغة الأرامية القديمة هابيل راعي عنز وقايين حداد الحداد عنده سلاح وأقوى وقدر فهذا القتل بين المزارع يعني يعني مزارع ما كثير قديم قدنا 12 ألف سنة القبل قبل كلهم كانوا بدوا الراعي ما قدر على المزارع المزارع قتلوا وهذا يبين لنا وجود بقايا صراع بين المدينة وبين البداوة هذه المدينة أشني المدينة المدينة هي هي سور كرخة كركوك كرخ السلوخ كرخ يعني يعني سور القائد سلوقس نيقانور سلوقس اللي كان ليانوس كاندر المقادوني ما عنده ولاد يورثونه ورثونه ثلاثة من قادة ماله واحد أخذ منطقتنا واحد أخذ بطليموس أخذ مصر واللاخ الثالث أخذ اليونان أوروبا فسلوقس بنى باسمه مدينتين عندنا بالعراق سلوقية اللي هي سلمان باك حاليا وكركوك كرخ سلوخ هذه المدن متأخرة جدا يعني 300 قبل الميلاد كركوك بس كركوك ما اسمه كركوك اسمه رابخة عرفة صارت عرفة هي الرابخة منين جاء هذا الاسم هذا إن شاء الله إن شاء الله يقوم إنا باحثين ويروحون يدورون شنو علاقة الرابخة مالنا بالرابخة مال شمال الهند الحضارة مهينجو دارو هل يا ترى أكو علاقة بيننا وبينهم أنا أعرف أكو علاقة أكو علاقة بس الحدث يحكي عندي ما عدنا بعد دراسات كافية حول علاقة مدننا الميزوبوتامية بلاد ما بين النهرين ومدن حضارة مهينجو دارو اللي بيها كتابات لكن ما زالت غير مقروعة ابن المدينة ابن المدينة أشي يسوي أشي يسوي يعيشون مع بعضهم يخلقون هوية المدينة أنا ابن أوروك أنا ابن سيبار أنا ابن بابل أنا بابلي أنا من أهل فلان مكان لأنه ثابت لكن ابن المدينة شوية شوية يقوم يصير ديكتاتور خاصة مثل قلقامش يقوم يتعدى ويتفرعا لأنه قوي لأنه جبار فهذا قلقامش قصة قلقامش هي قصة صراع البداوة والحضارة قلقامش ملك قلقامش قاسي وإن كيدو يعيش مع الحيوانات بريء نظيف ساذج طفل يلتقون وهاي أيضا تعكسنا لا تنسون يعني أريد أقولك من أنه أجدادنا النهرانيين بلاد ما بين النهرين قروا ملحمة قلقامش أكثر مما إحنا قرينا الكتاب المقدس بكل بكل عهود يعني إحنا صار 2500 سنة عندنا كتاب مقدس هي 3000 سنة قروا قلقامش ما قروا اتناقلوها انكتبت متأخرة بس كانت شفهية وبيه كثير كثير درس بيه كثير كثير أشياء مهمة هاي القصص هاي اللي قلشوا ميسموها أساطير بالحقيقة هاي الأساطير إحنا لازم نتصالح معاها يعني حتى شوية يكون عندنا هوني إذا أعرضلكم أعرضلكم صورة صورة هوني أدنا أدنا مارغورجيس ها مارغورجيس تنين بنت ريكب على الحصان مارغورجيس لابس حتى عنده التوجة التوجة هذا القبوت الروماني توجة حمراء منصوف منصوفية كانوا ينطول الجندي الروماني حتى يتغطى بيه بالشتي مارغورجيس هوني جندي روماني لا أكثر إمريطوريا الرومانية مو عتيقة 700 قبل الميلاد إلى 451 بعد الميلاد مارغورجيس هو الفلاح هم هوني عندنا صراع بين المدينة والريف يعني المدينة هوني عندنا روما لا تنسون إمريطوريا الرومانية هي باسم مدينة روما إمريطوريا البابلية باسم مدينة بابل بينما الإمريطوريا الأكادية باسم شعب غير شيء فقدنا يمكن كوبي بيست روما قلدت بابل لأن اليونانيين حكوا عن بابل بس ما كان يعرفون وين بابل هيرودوت ما يعرف وين بابل خلط بين نينو وبابل بس روما كثير أشياء يمكن بل وعاته لأنه دائما عندنا دراستنا الأنثروبولوجية للحضارات أنه الحضارات تسوي كوبي واحد ينقل ينقل من الله هذا قائد روماني جندي روماني ضابط روماني يقتل التنين ما كوه الشكل التنين هذا نصص تمساح عنده جناح يعني هو يمثل العناصر الأربعة من ثم يطلع نار النار والهواء والتراب والماء بالنسبة لليونانيين هاي العناصر الأربعة اللي يتكون منها العالم لكن عندنا هوني هذا أيضا هذا تمثال موجود في ييريفان رحتوا اليريفان اسمه فاهانج فاهانج البطل فاهانج اللي يقتل التنين موجود بالأساطير الأرمنية الأرمن شعب قديم أيضا عندنا كثير قصص عند الأرمن احتفظوا بياه وهذا فاهانج في ييريفان تمثال فاهانج يشبه مارغورغيس لأنه يقتل التنين بطل بطل الأرمني قبل المسيحية قبل 303 بعد الميلاد هذا مارغورغيس هم معاصر معاصر تقريبا هو أيضا ما بعد قسطنطين بالتأكيد ما بعد قسطنطين قصة مارغورغيس كبرت عندنا يعني كبرت كثير أخذت أهمية فقط لأنه قسطنطين سنة 325 غير الامبراطورية الرومانية جعلها مسيحية و كثير من الناس المسيحيين المؤمنين على خطى الأنبياء زعلوا من هذا الامبراطور اللي عنده عاصمتين وحدة روما يعني روما الحالية ووحدة بيزنطية اللي هي اسطنبول اليوم قسطنطين كان ملك مقره في اسطنبول فولدت عند المسيحيين نفس المشاعر الموجودة بالكتاب المقدس كراهية المدينة المدينة هي التنين والبنت هي الكنيسة وجورجيس هو الفلاح اللي مايريد المدينة لأن المدينة هي وثنية هي قومية هي انتماء هي مخيفة هاي المدينة بالحقيقة راح راح تصير عندنا راح تصير عندنا دائما يعني المدينة تخلق تخلق دولة وتتوسع عندنا بالكتابات الأكادية حفيد سرجون الأكادي اسمه نارامسين نارامسين هجم ووسع 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 الامبراطورية مالته وراح إلى جبال زاقروس وهونك ما عندي وقت أجيب الكمية أكو فد نصب كبير مهم أنه نارامسين يقول أنا قضيته على كل هذول الشعوب وهاي يعني شيء موجود بالكتاب المقدس سبي سبي نبو خد نصر عدنا سبي قبله السبي الأشوري اللي جاب مملكة الشمال دمر اسرائيل مملكة الشمال الأصباط العشرة سنة سبعمية وواحد وعشرين جاب إلى شمال عراق ولهذا عدنا في القوش نحوم نبي قبره هونك وعدنا في بابل عاشوا عدد من الأنبياء وعندنا فيه كاركوك دانيال يعني عدنا جاليات يهودية جابت معاها تقويات جابت معاها ذخائر جابت معاها ذكريات جابوا معاهم وعندنا هذا الامتداد اليهودي على كل آسيا كل آسيا مهم هذا جدا أن نعرفه لكن أبناء المدينة يعني أبناء المدينة هي بوادي وأبناء الريف في وادي آخر ديانتنا ريفية صومنا ريفي عقليتنا ريفية ليش؟ لأنه هاي الجذور الريفية القديمة الموجودة بينا صعب صعب نشلعه ولهذا إبراهيم يقول الكتاب المقدس كان ابن أروق صار بدوي الناس عادة البدوي يصيرون أبناء المدينة مو أبناء المدينة يصيرون بدو ولهذا هذا الانقلاب هذا أيضا مثير للانتباه ليش ابن المدينة مرتاح أخذوا أيضا نموذج موسى موسى ما بس ابن ابن حضارة مصر لكنه ابن بنت فرعون بالتبني هاي أيضا قصة عجيبة رح يصير بدوي رح يصير راعي رح ينهزم للصحراء ولهذا الكتاب المقدس رح ياخذ نماذج نموذجية رح ياخذ نماذج بالعودة إلى البرية يسوع بالانجيل رح يقول لتلاميذه تعالوا إلى القفر واستريحوا قليلا وبالقفر يصير التجلي فوق جبل يصير تجلي فوق جبل حريب أنا رحت لسيناء سيناء تشول صحراء كل شي ما بيع أشون يعيشون ستمائة ألف شخص أربعين سنة في سيناء مستحيل لكنه يريد يقل لأن الكتاب المقدس لازم تطلع خارج المدينة خارج الحضارة حتى تلتقي بأله وداخل الكتاب المقدس أكو حنين إلى هذا الله الله الحر المقدس النظيف بينما المدينة وسخة أنا عملت دراسة على المدن في زمان ماربولوس كانت وسخة ماكو مجاري ماكو مجاري الزبل كله بالشارع الزبل كله مثل عوجات الموصل القديمة اللي مثلي يعرف عوجات الموصل إش قد كانت وسخة وعركة بين الجيران إذب ليش طشيتم الزبل قدام بابنا وهنا طشوا ماكو كا ماكو زبالين ماكو ناسيش معهم روما وسخة كان يسكنها في زمان يسوع مليون وستمائة ألف نسمة مليون عبيد بس حتى ينظفون المدينة حمامات روما كانت مول الكل كانت بس للأحرار والنساء الحرة ولهذا أكو بقايا في رسائل ماربولوس يقول للنسوان لا تجون كشخة غطوا راسكم لأن العبدة الأمة المسيحية تجي مسكيني ماكو نلحقت حتى تغسل راسها فتلبس فتشيش هاي على راسها كثير من المسيحيين من يقرون هذا الناس ما يفهمون هاي تروح طول النهار وقصايب ذهب ومادري شنو دناقين يعني هذا الستمائة ألف يخدمون مليون من الإماء والعبيد المدينة مكروهة وعندنا بقايا كراهية المدينة بالعهد الجديد إلى سفر الرؤية إذن عندنا عندنا هوني أحكي لكم شوية فتخبرة عشتوها عشتوها لمن رحتوا لدبي رحتوا لدبي يعني أنا قبل ما أدخل رهبنا وقبل ما أقرر أصير قاس طبعا هاليوم مناسبة 43 سنة صار لي مرسوم كاهن أشكر الله قبل ما أدخل رهبنا قبل سبع سنين سنة 73 اقترح واحد عليه ليش ما تروح الإمارات ليحتاجون كفاءات فإمارات كانت ذاك الوقت سحراء سحراء بيه كم قبيلة عربية يعيشون ما كان يكون نفط النفط رح يظهر سنة 1970 ولهذا بدوا يبنون الإمارات حاولت أنا نحصل فيزا أشتعر راسي بالشمس قدام القنصلية قنصلية أش كانت في البيت من بيوت بغداد القديمة ذاك الوقت وقلت لي الله ما لازم رحت رحت للقنصلية الفرنسية أخذت فيزا ورحت للفرنسا بدل ما أروح للإمارات الإمارات اللي زرتوها أنا قبل عشر سنين تختلف كثير عن الإمارات ما الـ 1970 شفتوا في الإمارات هذا التحدي مع المدينة هذا اللي قد شوفونه هون هاي عبارة عن مدينة بالماء النخلة هذي أكبرة هذي فيلات شوارع أخذوا من عمق الخليج طين دكونوا وبنوا فيلات وباعوا هاي الفلات سياحة من كل أنحاء العالم قصر هذيك بالمقلوب هاي هذيك هاي الإمارات وناطحات السحاب وهاي النخلة وهاي القصر والفندق اللي ما كن شفتوا بحياتي أكثر منه كشخة وخصوصا عندهم برج خليفة العملاق اللي هو أعلى برج بالعالم ذكرتوا شوية برج بابل برج خليفة ارتفاعه ثمانمية وثمانية وعشرين متر ولكن لكن مثل ما شفنا ذاك اليوم مثل ما شفنا المدينة مدينة برج بابل مثل ما شفنا برج بابل وشفنا التصور هذا هذا الفنان البلجيكي برقل العجوز لما رسمه رسم ملوية سامرة كبيرة وهون جوه رسم الملك نمرود وواحد راكع قدامه يعني بالنسبة له المدينة هي عبودي المدينة هي عبودي وبرج بابل هكذا تخيلوا ما مكتمل حسب الرحالة اللي زاروا اللي زاروا بلادنا طبعا ما يعني ما يعرف أشني ما يعرف أشني بابل ولا أشني نينوى ولا أشني زقورة لأن الزقورة هي هي هاي هي هاي هي هاي الزقورة ما عنده علاقة هاي الزقورة يعني شنو علاقة هاي الزقورة من السبع طبقات هكذا كانت بلوحة بريغل ما عنده علاقة أريد أريد أخبركم المشكلة في الإنسان هي مخيلته وهذا موضوع يسوى أنه بالمستقبل أسوي لكم علينا شوية مشكلة المخيلة حتى أنتم حتى أنتم المخيلة مالكم قبل ما تروحون إلى مدينة إلى مكان إلى بلد تتخيلوها فما عنده علاقة خيالكم بالحقيقة اللي رح تلتقون بيا ما عنده علاقة إذن الإنسان ابن المدينة ليش بالإمارات اللي قبل أربعين سنة كانت تشولا وهي قريبة من منطقة أكبر من العراق في جنوب الجزيرة العربية اسمها الربع الخالي الربع الخالي ستمائة ألف كيلومتر أكبر من العراق ما يجيلوا كل مئة سنة مطر مرة كل مئة سنة وهونك بنوا بنوا هذه هذه المدن هذه الأشياء العجيبة يعني أنا تعجبتوا من شفتوا من شفتوا هاي هاي الشي اسمه ايه هاي موجودي هاي بالخليج طبعا هالساعة يقال أنه يعني ما قد طلع حقا باش عندهم فلوس عندهم غاز وعندهم نفط وعندهم وهذا النفط حولونه إلى ناطحات سحاب هذه ناطحات السحاب وحولونه إلى مولات مول طبعا المولات أيضا هي ظاهرة من ظواهر عالمنا الحالي التسوق الاستهلاك بابل اللي شافوها المسبيين من نبو خذ نصر ما تجي مقد نقطة في بحر الإمارات وجبل علي والأسواق والطيارات الشركات الإماراتية والقطرية والماء هي مكنية أكثر شركات مع خطوط التركية تنقل بشر بالعالم هذه المدينة اللي اللي كره كاتب الكتاب المقدس كره ساندوم وكره عامورة وكره أورشليم قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كره ليش لأنه بي منافسة بي تحدي ابن الريف مضياف ابن المدينة يقفل للباب عشرين طقة غريب ابن المدينة المنافسة والسباق اللي علا اللي علا حايطه متر اللاق جاء علانه مترين واللاق جاء علانه ثلاثة متار وهالشكل ندرس مدينة من المدن نشوف إذا تروحون على طريق سليمانية منص الطريق في منطقة تكيا أكو أكو فدمكان اكتشفونه بل سبعة وثمانين اسمه بازيان هو كنيسة بس ما بس كنيسة هو خان أنا متعجب حكي عنه حكي عنه بتراثنا المكتوب بس هذا ما يعني أنه ما بينه كل علامات الكنيسة مؤكدة اشتغلونه متحف اللوفر المنافسة المنافسة داخل المدينة المحاكات الغيرة الغيرة ها اليوم اشتبخوا ذولي من الغيحة يعوفون اش كي يطبخون كنتم اروح الى كندا بالمصعد كل طابق بينوا ريح هذولا هنديين هذولا باكستانيين هذولا فيتناميين من ريحة المطبخ ولهذا من جدي كورونا انجبرنا نصير نتباعد عن بعضنا ونلبس كمامات ابن الريف ما يحتاج يتباعد ولهذا حتى امراضنا هي امراض مدن ما امراض ريف ما امراض بدو من رحنا الى امريكا الوسطى خاصة حضارات امريكا الوسطى كان اكوا حضارات كان اكوا مدن بس ما كانت محصنة ضد امراضنا اغلب سكان امريكا انقرضوا بسبب امراض المدن مالنا امراضنا لان البكتيريا البكتيريا الفيروسات منه يوديهم ويجيبهم سكان المدن والتجار خاصة نقدر تدرس العالم من خلال الاوبئة الاوبئة عندنا دراسة عن وباء الطاعون اللي جانا من الصين هم مثل كورونا جتنا من الصين غريبة انه الاوبئة تجينا من الشرق الطاعون الطاعون طول ميتين سنة حتى يجي من الصين الى اوروبا هذا الطاعون الاسود مرعدنا احنا بحدود سنة 1200 1300 وقتل نص سكان بلادنا قتلهم وقتل ثلث اوروبا ودخل الخوف في قلبهم ولهذا من بزعان امرحوا اكتشفوا امريكا حتى ينهزمون من هاي القارة الملعونة حسب ما علماء التاريخ درسوا قريته كتاب اسمه الخوف في اوروبا الخوف كل الحروب ما الاوروبا هي خوف واحد يخاف من الله الماني يخاف من الفرنسي الانجليزي يخاف من اسباني اسباني يعني كلها وكلهم يحاولون يسيطرون حتى يقضون على العدو المحتمل اللي هاي ومثل هسا حرب حرب اوكرانيا يخاف من ناتو نف يعني هي جيب ليل واخذ عتابة ها الخوف ابن المدينة خواف خواف ودايما اكو اكو غزوات برابرة بربر منو اخترع كلمة بربر هي من رومان اطلقوها على سكان شمال افريقيا بربر هي ما بربر بس ليش تموهم برابرة لانو من يحكم بربر يعني ما نفتهم عليهم مثل نحن اهل الجنوب من العراق من ما يفتهمون على واحد يقولوا شده تحتي بورتوغيشي بورتوغيشي يعني بورتوغالي منين جوا البرتوغاليين جوا الى البصرة سنة 1500 وجابونا البرتوغال فسمينا هاي ثمرة باسم البرتوغال بورتوغال يعني بورتوغال دولة هي بورتوغاليين شوفوا شون الشعوب يعني تقدر انت تسوي بحوث على الاشياء البسيطة مثل مثل صينية عندنا الصينية ما الاكل ها الصينية منين هي من الصين جبناها من الصين سميناها صينية زين هاي الاشياء اللي اللي نتخيلها عن الاخر تختلف اشي يريد يقول هذا الاماراتي اللي قبل اربعين سنة ما كان عنده ما يحلو هالساعة قيحلي ماي البحر بمحطات هائلة ويعمل حدايق ويسقي تحدي لمن تحدي لحياته اللي قبل البدوية للعالم وانا شفته سياح شفته سياح في مطار دبي وفي ابو ظبي فنادق ما شايف بحياتي هذا التاكسي بحياتي مراكب تاكسي وداني من من دبي الى ابو ظبي بالتاكسي مراكب هالشكل تاكسي بحياتي حكيته سألتونه وقال لي انا من الهند قلت له تحكي عربي قل لي لا قلت له شخص صار لك بالامارات قل لي صار لي 25 سنة قلت له ما تعلمت عربي قال ما احتاج عربي الكل يحكي انجليزي ليش لان 10% من سكان الامارات هيم عرب وتسعين بالمئة هيم اجانب يخدمون من كل الدول من كل الدول يجون يخدمون هذا برج بابل الجديد هاي المدينة الجديدة طبعا من تشوف هاي الشكل الغينة تثير اطماع ولهذا يخافون ولهذا يشترون اسلحة واسلحة اذا هذا اشترى السلاح اشتري اقوى منه اذا هذا عمل نووي انا قدرت القارات يابا عندك صواريخ اكثر من امريكا اذا هاي فجرى براسنا ستقولي ما يبقى احد من عندنا كل مدينة ذبلة صاروخ تنتهي ايه زين اشي خلصة واشي نية وهي لو ما شفناها بحرب العالمية الاولى وحرب العالمية الثانية وهتلر مجنون يقوم انه هتلر الاخ اشي خلصة واشي نية هسا تفهمون ليش الانبياء يكرهون المدينة ليش الانبياء يكرهون هذا التنافس هذا التنافس والخوف من الاسلاح من الحداد الحداد اش سوى سوى سلاح ما بتسوى محراث ما بتسوى قفل ما الباب ما بتسوى تسليح سوى سلاح سوى سيف كثير دول عند العلم ماله سيف بقايا ايام زمان زين هذا هذا سوء التفاهم اللي يحكي عنه الكتاب المقدس في بابل اللي يحكي عنه ها هذا سوء التفاهم اشنو هو بالحقيقة ما هو اش يقول يقول في برج بابل تعددت اللغات ليش صار سوء تفاهم سوء التفاهم هذا اه هو درس عميق درس عميق انه سوء التفاهم ما يجي لانه ما نفتهم صيني او ياباني او او روسي 6400 لغة اكو بالعالم سوء التفاهم يجي لما نحكي نفس اللغة بس ما نتفاهم نه نفس البيت نحكي نفس اللغة بس ما نعطي للكلمات نفس المعنى من هون يجي سوء التفاهم سوء التفاهم لي وين راح تروح اعلى برج اسرع سيارة خطيئة اسرع سايق سيارة بالعالم قسم من الشباب منكم يعرفونه شو ماخر شو ماخر مايكل شو ماخر فاز على عدة مسابقات بالعالم موالي 66 بس صار له حادث دخل في غيبوبة 6 سنين وهذا ما ميت لكنه صاير طابوقة ليش هو ضحية هالجنون ما السباق ما الاعلى ما الاسرع ما الناطحات سحاب هذا الزلزال اللي صار في جنوب تركيا وشمال سوريا لو كان اكو ناطحات سحاب اش كان يصير بيا اش كان يصير بيا فالانبياء مع العهد القديم وحتى الكتاب مع العهد الجديد يعرفون ان المدن اللي هي اليوم مسيطرة اكثر من نص سكان الكرة الارضية ساكنين بالمدن صراع الكباش صراع الدول صراع ابناء المدن بابل ما انتهد بعد برج بابل لا زال يبنى وهذه الحروب من نابليون بونابارت وغزوات وراح الروسية وما هو انتصر البرد مع الروسية دحروا كرر الغلطة هتلر وقيل انه هتلر من هجم سنة 42 على روسيا قلم للجنود مالته بشهر تاخذوه وناخذ روسيا حتى ملابس شتوية ما انطاهم هو هم قاوم الشعب الروسي كان يكره الشيوعية بس قاوم لانقاذ بلده زرتو المقبرة في بوترسبورغ في لينينغراد صرتو مقبرة اكبر مقبرة بالعالم بيا اكثر من نص مليون ميت كذلك في مقبرة ستالينغراد بالجنوب جنوب روسيا فالشيء فالشيء يعني نفس الشيء احنا غزواتنا صدام فات اسبوعين على ايران وطول 8 سنين وفات على الكويت ودفع الثمن وطلعنا من هالحروب كلتا وليها سدى ندفع كنا ندفع الثمن ما هالغزوات عشرات المغامرات الجنونية في تاريخنا هي من ابناء المدن منافسة وجنون وذجر ما اعرف اذا سمعتم هذا الخبر قبل ما يموت طارق عزيز السجن ماله واحد من الصحفيين سأله قالوا ليش صدام حسين خسر خسر هاي الحروب فجاوبوا فجاوبوا طارق عزيز دي اول مرة يحكي الصدق يقول لي انه صدام حسين ترك الرئاسة وقعد يكتب روايات انتم تعرفون صدام كان يكتب روايات روايته اسمه زبيبة والملك فاتصور كل الرؤساء مال مدن يعيشون في ضجر انا كثير كثير اهتم بالضجر لان من قلقامش الى صدام حسين قلقامش كان من الزوجة يتعدى على اهل القور وصدام يقعد يكتب روايات بابا انت فرضت نفسك كرئيس شنو شغلة تقعد تكتب رواية زبيبة والملك فهذا هو ابن المدينة اش يجي يجي حسقيال يجي يجي ايرميا الى بابل ويقول للشعب لا لا تغلطون مردوخ اله بابل ما اقوى من يهوى لان يهوى هو اله السماء والارض هو قدوس ايه شعية فصل 6 احنا كل قداس نقول قدوس 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 الله قدوس الله مو جبار مثل مردوخ الله مو اله مدينة من يبني داود هيكل يقل له النبي ناثان يقل له انت تبني لي هيكل ابنك رح يبنينه بس انا ما احتاج هيكل يعني انا ما اسكن بالبيوت ما اسكن بالمدن وهذا الهيكل رح ينهدم عدة مرات ورح يبنونه ورح يجي واحد غريب مو يهودي هي رودس الملك ادومي رح يبني بستة واربعين سنة وهذا الفساد كان كن بدأ من ذاك الوقت اكل فلوس الهيكل حتى يبنينه ويعرفوني ام كان حرامي بس اشي يعملون في ستين واربعين سنة بني هذا الهيكل الهيكل داخل مدينة هوني ايضا صار نوع من المصالحة اجي يسوع قاد اهدموا هذا الهيكل وانا ابنيه في ثلاثة ايام وكان يعني هيكل جسده حول يسوع المدينة الى الناس يأكلون خبز اعطينا خبزنا هذا الخبز هو حياتنا اذا اكو الله واحد بالسماء اكو خبز على الارض واحد يأكلوا الكل الفقير والزنقين والكبير والصغير فاذا احنا تحول الله الى انسان وتحول هذا الانسان الى خبز وهذا الخبز هو اساس اساس ايماننا اعطينا خبزنا هذا اساس ايماننا ولهذا نحن اكو بقايا شوفوا بعيدة تجي على المدينة لكن هاي المدينة تطلع منا الرهبان بالقرن الثالث رابع انهزموا من المدينة وراحوا سكنوا في هون في البرية عندنا بسوريا بخوميس ومصر انطونيوس انطونيوس سكنوا بتشول يعني حتى شوية لا يكونون ضحايا واش قد اكو كتب وقصص وقديسين وقديسات اللي هي من الساك اتصالحنا مع المدينة كمسيحيين فقط لمن صارت المدينة بيها جامعات سلمانكا وباريس بالقرن الثالث عشر والدومنيكان هي اول رهبنا بالمدينة بالقرن الثالث عشر قبل ما يصير الرهب والراهبة يسكنون مدينة لازم يسكنون خارج المدينة فهي شوية يعني جولة سريعة حتى نفتهم هل 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 تجاذب بين قاينوها بيلها تجاذب بين البدو وسكان المدن هذا هذا التجاذب والصراع الازلي وانه الله ما يسكن بالمدن الله يسكن في السماء السماء لا تسعوا السماء عرشوا سبع سماوات ما تسعوا هذا هذه الديانة اللي اللي ما حطت الله كوثن كقومية كساكن مدينة هاي الديانة هي دائما يقوم بيها انبياء لازم نعرف نقرأ الكتاب المقدس انا ادعوكم راح نسويهم رياضة يوم السبت الجاي استعدادا للفصح ادعوكم ان نشارك حتى شوية نشوف انه النبي يشتغل على هاي النقطة دائما كل الانبياء الكبار والصغار شكرا الكم اشتغل 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 اشتغل